أجوانا الحين إيمان بروح حق الكوميديا شوي نحتاجينها بعد نحتاجها تعبتنا عورت قلبنا فنبي شوي أشياء كوميديا مع ضيفنا إن شاء الله ضيفنا عبدالله الحشاس أك الله بالخير عبدالله حياك يا أهلا فيك حياك الله معنا كل عام توخير أنت صحيح سلامة يا أهلا فيك أكد الله نبي نتكلم إحنا عن تفاصيل الستاندوب كوميديا خصص فيه بعد تجربة في التمثيل ودخولك للإعلام فيه أكثر من مجال خلنا نتكلم شوي عنها أنا بلجت للساندوب كوميدي في عام 2016 بس اللي خلاني أديش هذا العالم كنت في 2015 أقول قصص في الاسناب ولقيت إن الناس وايد تحب السوال اللي أنا أقولها بالاسناب والقصص اللي أقولها وقديت أحس إن فيه ضحك وايد وأشياء وايد قامتيني فصار عندي مثل الشغف إن أبي أشوف هذا الضحك بدامي ما بي تصني أي كوميدي أبي أحس الناس تضحك فقعدت أفكر شون ممكن أوصل حق هالمرحلة فلقيت في الستاندوب كوميدي وهو أقرب شيء لي يعني طبعا وقعني كوميديا زين عبد الله شون حسيت الستاندوب كوميدي يحتاج تحضير وارتجال ولا على طبيعتك ولا لازم يكون فيه إعداد وتحضير والله هو شوف السؤال وائد حلو وهو كل اللي قلتي مع بعض يعني على أساس أني أنا أقدر أصعد على المسرح وكون أنا أقول محتوى يضحك فلازم يكون عندي خطة أنا أرسمها ففي البداية أنا أبدي في أني أنا أكتب مواقف ويعني تقدرين تقولين أن أستخدم أدوات الستاندوب كوميدي فأدوات تصير بين أن أنا أكتب نص وأن أنا ألقي الجوك وأن أنا أمثل فيه وأن يكون فيه ارتجال وفيه آخر شيء التواصل مع الجمهور فلما أنا أكون صعد على المسرح عندي أردي جوك أنا كاتبة وفيه عندي مساحة أنا أمثل فيها وفيه عندي مساحة أنا أرتجل فيها لأن مرات يكون الجمهور مو متماشي مو منسجم معاي فأبدي أنا خلاص لازم أرتجل هنا إذا الارتجال ما فاد راح أبدأ أسوي كونتكت مع منه الجمهور أبدأ أسأل واحد شنو اسمك انت شنو وظيفتك فيصير هنا عندي أنا يعني أقدر أرجع الجمهور إذا فلت مني فأي تغريبا كل اللي انتقلتين مع بعض يمكن وائد ناس عبالهم أنه هو ارتجال مثل ما قالت إيمان تطلع المسرح وتقول قطات مثلا معينة مثل ما نقول الكويتي وممكن الناس تضحك بس إذا بنعرف حق الناس هل هو نص مكتوب في زيادة بسيطة تصير عليه سيناريو أنت تكون حافظة ولازم تؤديه بنفس الشكل المكتوب هو خطة يعني تقدر تقول تقدر أنت تتخيلها أنه أثاث وتبتحط الطاولة هنا وتبتحط الغنافة هنا وتبتحط التلفزون هنا وبتخلي مساحة أنت تمشي فيها مو ملتزم بشي فلما أنا أدخل على الجمهور وأدل أن أنا مثلا راح أتكلم عن الموضوع بالطيارة بعدين راح أنتقل من الطيارة للموضوع في المستشفى فاللينك اللي ما بين هذا الموضوع وهذا الموضوع يصير ارتجالي أدش أنا على الموضوع حسيت أن الناس ممتفاعلة ما شدت أبدأ أتكلم أدش في يعني المحاكات الجمهور اللي هو يعني كمينيكيشن مع الآديانس ومن هنا يبلش الموضوع معي بس أن الشكل العام أنا أبيك يعني أنا أبيك أنت تفهم أن أنا ترى قاعد أرتجل بس أنا قاعد وراسم الخطة وأدري أن أنا بروح مني إذا فشلت راح أدش هنا إذا لأ هصوب هصوب يعني موضوع يعني شيء كبير وكتابة نص الستاندب كوميدي يختلف تماما عن كتابة نص المسرحي أو عن كتابة نص فيلم هم لا طريقة معينة ولا خطوات مختلفة يعني عبد الله هي خطة مرسومة وأنت تنفذها أيوة أوكي إن زين ممكن يكون أي نجم في ستاندب كوميدي يكون أو يصير ممثل ناجح هو طبعا فيه وأكيد هذا يعني يعني فيه عندنا وائد أمثلة موجودة بالساحة أهم الناس وائد بلشت ستاندب كوميدي وبالتمثيل نجحت أكثر بس فيه بعض الناس يحسون أنت تشوفينه بالتلفزيون ما تتقبلينه كثير ما تحبينه على المسرح فيكون بالمسرح وهو كوميدي أكثر طبعا يعتمد على موهبة الشخص يعني من إنسان لإنسان آخر بشذي يعني نعم فيه شيء أنت بجهزة اليوم لنا هنا في غبقات الحمرة ممكن يعني نشوفها ستاندب كوميدي لا أنا لا ممجهز شيء صراحة ولا أنه ممكن يكون شيء اقتجاري يعني مفاجأة حق جمهورنا ومتابعنا فكرة سريعة عبدالله صراحة يعني أنا ممجهز شغلا بس إن شاء الله في عندي بعد العيد في عندي إن شاء الله شو ستاندب كوميدي راح أسوي وأتمنى عاد أنتو تحضرون تشوفون لشون الموضوع إن شاء الله يعجبكم لازم توغينا لحين شي بوصريت عشان تشجعوني من الأشياء اللي كنت مسويها قبل وإنت تكون قاعد يعني من غير يعني نشوف طريقة طريقة لستاندب كوميدي يكون في تفاعل مع الجمهور يالله أحنا الحين نتفاعل مع توقع توقعوني يبيلها تحضر يعني ماشاء الله عبدالله أنت من عائلة فنية أخوك الكاتب عبدالعزي الحشاشي وأيضا أخوك يوسف مخرج وأيضا والدك رحمة الله إليه الكاتب القدير راحل بارك الحشاشي وإنت على فكرة أكثر واحد ما أخذ الملامح يمكن مننا رحمة الله إليه الله يرحمه وهو اللي شجعني أنا يعني الكتابة منه أفف بالبداية يعني كانت الفكرة أن أنا وأبوي نشتغل عليه أني أنا أصير كاتب كوميدي وبعدين أنا أخذ السكة مالتا بس في يعني وأنا أكتب المسلسل حسيت أن أبي أبي أشوف في الضحك هذا أنا أنا بي أقوله ما بي مبسنين يقولونه فد الشينا الله يرحمه يعني د الشينا في خلاف أنا معه بس بعدين هو قتنعي وشاف أني أنا على المزرح وأنا قاعد أقول القصص بدون ما أكتبها وهم عندي مسلسل كوميدي إن شاء الله قاعد أشتغل عليه إن شاء الله يعني ما بي أحرق الموضوع كتمثيل أو كتابة لا كتابة أنا أكتب عندي مسلسلات شاركت في مسلسل بكادو من أبيل وشاركت في مسلسلات إذاعية كتبتها ونحين هذا مسلسل تلفزيون إن شاء الله يابدر إن شاء الله عبدالله أنت دكتور في محهد العالي للفنون الموسيقية صح؟ أنا حليا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عندي ماجستير من بريطانيا في غنى الجاز وأدرس غنى أدرس بيانو مثل المعهد شنو المخرجات؟ المعهد يعتمد على شنو؟ يعني شنو المخرجات طغل ما شاء الله تشوفينهم بالساحة الفنية كل نصف الفنانية الموجودين من المعهد العالي ما شاء الله عليهم نتكلم شوية أنا ودي على الوالد رحمة الله علي قدم لنا مسلسلات كويتية خالدة لغاية اليوم طبعا ما تخاف من المقارنة كونك قبل شوية قلت أن أنا مقبل على كتابة عمل كوميدي والله هو طبعا ما في مقارنة ما شاء الله يعني الوالد أنجز وعنده يعني بصمة بعالم الفن يعني مقارنة يعني لما يقارنوني فيه هذا يعني شيء جميل بس إن شاء الله أوصل لدرجة أن أتقارن معاه يعني يعني هو اللي سوى رقية وسوبيتشة سوى رقية مخروش طح بكروج سوى يعني رح نطلع عليه حاول فيك أنك تأخذ الخط هذا وهو إيه إحنا اشتغلنا أساس أني أنا أكتب فبالشنا كتبت مسلسل وتدري أنت لما تبدي يبدي علمك كيدي أنت لحتي تغلط تغلط أو كذي لتتعلم تتعلم أنا يعني في مرحلة الكتابة والطريقة مالتة والأسلوب اللي أنا قاعد أتعلمها أنا حسيت وأنا قاعد أكتب أبي بالنص أنا أبي أقوله وأبي أشوفه كنت تضحج غير أن ما أشوف غيري يسوي فأهمي صارت الخلاف بس بدأنا هون الحمد لله يعني فرضا علي الحمد لله رحمة الله أيضا الأخوان بعد يوسف عبد العزيز مخرج وقلنهم كتاب أيوة أزيز أخوي الكبير ما شاء الله يكتب عبد العزيز ويوسف أخوي المخرج وفي بيني وبين طبعا أنا يوسف اشتغلنا فيها أعمال مسرحية في مسرح المهرجان المحلي واستغلنا فيه كذا يعني عمل نعم إذا بنتكلم عن الفرق عبد الله بين الستاندوب كوميدي والكتابة لها وبين الكتابة للأعمال الكوميدية سواء للتلفزيون أو للإذاعة شو اللي يفرض يعني شو الفرق بينهم أو اللي يجد الفرق الكتابة النص اللي يقدم للستاندوب كوميدي أو للمسلسلات حلو أنا قلت لما نكتب مسلسل إحنا قاعد يعني أنا أقول لك شغلة بضحك لما هي أكتب أنا استاندوب كوميدي أنا أضحكك على الشي يعني مثلا علاقة زوجية إذا ينسوينا مسلسل أنا راح أبدي أضحكك على اللي قاعد يصير في العلاقة زوجية لكن في الاستاندوب كوميدي أنا قاعد أضحكك على المواقف اللي تصير معاك أي مفضل ما أقول لك شي ضحك فيها فالفرق بينهم أنهني أنت قاعد تقول شي ضحك في الاستاندوب كوميدي أنت قاعد تضحك الناس على الشي فهذا الفرق بينهم والناس تحس وأن تحب أكثر وتنجذب له والله أنا حبيت الاستاندوب كوميدي أكثر لأن فإن الاستاندوب كوميدي ليس سهل وليس أي أحد يمكن أن يسويه لأن تخيل أن أنت توقف في جدام ألف ألفين شخص أنت بروحك الإضاءة عليك أنت المخرج وأنت الكاتب وأنت الممثل وأكثر شي خرّعنا كوميديان أنك أنت ما تطلع من الشو وأن نضحك الناس نسميها هذه في العالم استاندوب كوميدي بومين أنك أنت تطلع وتقول جوك عندك خمس دقائق عندك عشر دقائق والجمهور مقاعد فاعل الجمهور مقاعد يضحك فهذه مرحلة وائت صعبة أنك أنت تبي تصير استاندوب كوميدي وأنك أنت تبي توقف وتتكلم لازم يكون عندك قابلية أنك أنت رح تفشل هذا الفشل وهذا الفشل جدا قاسي عليك لما تقول أنت بروحك وقالت حاول تضحك ناس أول مرة تشوفهم وما تدري ش اللي يضحكهم فأي فيها مغامرة وفيها شوية يعني فيها ثقة للنفس خصوصا لما تخلص الشو والناس تضحك وتصفق تطلع تحس شديد كما كنت نزوي نجاز لأن هذا شي قاعد تسوي بروحك أردت شديد وفيه شيديد الحين بالمستقبل أو فكرة هي ذاكية أو لا تقدمها يعني هو فيه إن شاء الله بعد العيد قاعد أحاول أشتغل لأنني أسوي شو بس للأمانة الوضع هنا بالدير إذا أنت تبدو الدورين منتجي يشتغل ما عندهم اقتناع بفكرة الستاندور يعني حس أن شون أنت بروحك رح تيضحك صحي نسوي مسرحية كوميدية ممكن بس إن شخص واحد وتسعد وتتكلم الصعبة بس بره الكويت أنا لقيت أن الموضوع يشتغلون فيه أكثر يعني أنا اشتغلت بالسعودية مع نادي بيت الكوميدية تغريبا أربع سنين قاعد أشتغل لقيت هناك فيه إقبال أكثر اشتغلت بأمريكا سويت حتى في مصر وسويت مع نادي عمان الكوميدية بالأردن وسويت بلبنان إيرلندا يعني وايد أماكن فهناك لقيتهم فيه إقبال أكثر هنا بالكويت لأن ما شاء الله نجوم الكوميدية وايد يعني لهم شعبية كبيرة فأن أنت تيضحك لازم تكون يعني عندك يعني تكسب ثقة الناس أن أنا هده يدرب حقك أنت بروحك وأنت راح يعني تخليني أضحك وأستانس وأطلع مستفيد من الشور ممكن تستفيد من السوشال ميديا بهالموضوع عندما أفكر أني أقطت تذكرة وأقصت لي تذكرة وأي أحضر حق عبدالله يكون شايف لشيء باستاذه إنتهيت على الجرح لحين يعني إحنا الجيل هذا مو نفسهم من الصغار يتشون بالسوشال ميديا فتلاقي مني يعني تحس أن تطلع بالتلفزيون تسوي مسرح للناس تحبك فأول أنا ودي أن أسوي سوار يعني عندي ولقيت استحسان بس تحس أن أنت مثلا أنت تبي ستند أب كوميدي مو هذا الشيء اللي أنت يعني تبي يعني أنا قاعد أدور مكان أقدر أن أنا أسوي فيه ستند أب كوميدي وأصور وبعدين هنا هذا أنا ممكن أنزلك محتوى رح يكون الفكرة اللي أنا بيها بالضبط يعني فكان في عندي مكان صار كورونا راح يعني مو أي شيء ضحك وإحنا بالكويت يعني صعبين هو صعب لأن الجمهور نفسه الشعب نفسه قاعد كوميدي يقط يعني عندنا قطار أنت تشوف حتى بالسوشيال ميديا عندما تلاقي كويتين تلاقي هذا يقط وهذا يقط وهذا يقط فإن كنت تدش ودجاري وإن كنت تضحك أحد قاعد متعلم على الكوميديا من المسرح من الصغار ليل كبار فعلا صعب مسهل أن الجمهور متعود على شيء صعب يعني على طول تدري على طول إحنا مسارح عندنا أكثر من الناس اللي حوالين فهو خلاص شبعان فإنت شنو لازم تعطيه يعني لازم تعطيه شيء ما شاف جوكس ما مر عليه ففعلا هو يعني صعب الموضوع هنا هو الموضوع صعب وإحنا كنا نحاول فيك أنك تعطينا شيء بصير من إن شاء الله يعني أكثر شيء واجهت أنا في هذا النقطة مالت الجمهور لما تطلع برا تريد 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 باللهجة البيضة أكيد عشان كل يفهم عشان عادي أنت تنسى نفسك فتقول شذي في ناس ما تعرف شن يعني كلمة شذي فتلاقي عادية شن يعني شذي فأنت تريد لما نسمعونها رح يعرفون هل يتعودون كذا أو يقولون شيء تاني هل يعمل هذه الأدوات التي تغيرها على كل دولة تكون فيها يعني هذا أصعب شي خصوصا أنت تكون كاتب بلكويت حين بتروح تقوله في مصر مثلا فأنت عبد الله إن شاء الله بكل النجاة تقدمها إن شاء الله ونشوفك بكل مكان نورتنا اليوم في غفقة الحمد يعطيك العافية الله يعافيكم طولة مركز شذي ما نوصلنا حق الختام إن شاء الله ساعة كانت بس ساعة سريعة الحلقة في ساعة دائم الأيام والأوقات الحلوة تمر في سرعة عبد الله حاكي اللقاء هن يجمعنا وياكم حلقة باطشف محمد حرثي وفم الله بس سلامة